بعد غياب ليس طويلاً عادت قوات الشرعية إلى عدن وأحكمت سيطرتها على عدد من المعسكرات والمرافق الحكومية وقصر المعاشيق في معركة أخذت شكل الاستلام والتسليم إلا من مواجهات خفيفة في مدخل المدينة وعدد من المواقع في المحافظة المعركة التي تم حسمها في محافظة شبوة لصالح قوات الشرعية خلال الأيام السابقة فتحت الباب للتحرك نحو أبيان ومن ثم إلى عدن وهو ما وضع تساؤلات لدى مراقبين حول قصر المدة الزمنية للمعركة بالإضافة إلى طبيعة تحرك السعودية للضغط على قيادات الانتقالي المدعوم إماراتياً بالتسليم بعد شعور السعودية بالخطر من تغيب الشرعية بشكل كلي والخوف من انقشاع قطاع تدخلها في اليمن رئيس الحكومة معين عبد الملك قال إن عودة الدولة إلى عدن انتصار لجميع أبناء الشعب مضيفاً أنه وجه بحماية الممتلكات العامة والخاصة ومنع أي شكل من أشكال الفوضى ودعا للحوار البناء تحت سيادة الدولة والقانون لكن ومع ذلك يبقى التحدي ماثلاً أمام إمكانية تطبيع الأمن ومدى التركيز على توحيد قرار الأجهزة الأمنية في عدن والمحافظات الجنوبية كما يقول مراقبون بالإضافة إلى عودة الحكومة لمزاولة أعمالها وإعادة الاستقرار بعد الفوضى التي أنتجها ولا يزال ينتجها الصراع في ظل الحديث عن عمليات النهب للمرافق الحكومية والممتلكات العامة والخاصة في عدن منذ بداية الأحداث إذن يعود المشهد الميداني في عدن ليتخذ شكلاً جديداً أمام تخوفات عديدة من عدم المقدرة على تطبيع الوضع وحل أسباب المشكلة والحفاظ على الجامع السياسي للدولة ترجمة نانسي قنقر